وبما أنك ذكر تركيا يعني ختاما معك سيد بكار سيناقش أيضا في هذا المنتدى أيضا مسألة أيضا يناقش مبثل البنكين المركزيين التركي والفنزويلا التعاون مع تركيا بخصوص مجال النظام الدفع خلال المنتدى سان بوتروسبورغ الاقتصادي الدولي ماذا يعني أن يكون هناك تعاون بين تركيا وفنزويلا وتركيا في مجال أنظمة الدفع تركيا وفنزويلا وروسيا تركيا وفنزويلا التعاون مع روسيا تعاون مع روسيا يعني هذا أنا أعتقد كما ذكرت التحالفات اليوم مثلا على سبيل المثال ماذا فعلت أمريكا من بعد الحرب الروسية الأوكرانية بعد خمس أيام تقريبا تم رفع بعض العقوبات على فنزويلا لكي تستطيع رفع إنتاج النفط وبيعها للأسواق الدولية مثلا وبدأت أمريكا بعض المفاوضات لكي تأخذ البترول أو النفط الفنزويلا هذا أولا ثانيا لدينا اليوم موضوع السويفت عندما تم فرض عقوبات على روسيا فيما يخص مسئلة السويفت أو الأنظمة للتحويل الأموال بدأت روسيا تنتج حلول أخرى وهذه الحلول أصبحت جاذبة لبعض الدول وممكن أن أشهد من هذه النقطة بعض التحالفات الدولية ترجمة نانسي قنقر